مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين في الفيديو اللي فات نزلت لكم طريقة تدميس الفول وكيف عملت الفول وفرزنته واليوم بعملكم كشنة اليمنية للفول او طريقات عمل الفول بالطريقة اليمنية جدا روعة وهذه طريقتنا في البيت انتم تقدروا تعملوها يعني على طريقتكم بس انكم تدمسوا نفس ما عملته وكمان اذا عندكم طريقة للفول اكتبولي عشان اني اقرب طرقكم كمان بالفول قدر روعة وخلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير في حاجتين يحبي الفول هو الثوم والكمون يعني فول يعني ثوم وكمون بس البعض ما يقدرش يعني ما يحبش الثوم فعادية ممكن تكتفوا في فص واحد هنا عندي ثلاثة فصوص ثوم حبا يكلمكم على هذه القطعات هذه قطعات سيلكون تقشر الثوم تحطو الثوم في فصوص الثوم وتفركوها وتطلع لكم الثوم يعني الثوم يكون مقشر ويقى معايش يقى معايز الفررامة تفرم الثوم هذه معاتي هذه عشان تفرم لكم الثوم جدا روعة هذه اخدت من ضمران من عدن قبل 12 سنة مش عارف اذا هي موجودة لكن اني شفت مني بشيء ممكن تلاقوها بنون وهذه يعني المواقع حق السامان وكده بتلاقوها ممكن فجدا حلوة اذا شفتوها اني بنصحكم ايوه اشتروها حلوة عن تقربة يعني وطبعا اصحاب عدن ما يقولوش للثوم ثوم يقولو له ثومة ثوم قولو لي كم مرة قلت ثومة او ثوم قولو اكتبوا لي انا قلت ثوم وهنا استخدمت السامنة القمرية اللي لا غناء عنها يعني مهما الف سمنسة منسة منسة من ارجع للسامنة القمرية لانه هي الوحيدة اللي تطلع بالكشن حق الفول والفصولية تطلعها حلوة وزي المطاعم اللي تاكلوها اليمنية وكمان تطلع الكبسات يعني جدا روعة اللي هي سمنة القمرية وهو السمنة المكبية سموه خلاص هنا فتحت القصعة حق السمنة القصعة يعني علبة السمنة نحن نسميها قصعة بعدا وخلاص الان ببدأ كشن اضفت ملعقة كبيرة من السمن او ممكن ملعقة صغيرة حسب كمية وهنا اضفت بصل مفروم ناعم طبعا نخلي البصل لما يدبل ويتشقر مش تخلوه يتحمر اصحاب المطاعم ايش يتبخوا على النار عالي عشان كده يطلع طعميزا مدخن عرفتو بس انتم الان نضيف الثوم عادي كشنة عادية عبارة عن بصل وثوم وهنا اضفت ملعقة صغيرة من سلسطة الطماطم في المطاعم يضوفوا حاجة اسمه محروقات تيجي هادي كشنة جاهزة خلاص اسموها محروقات واضيف كمان كمون عشان كده اشهفه كده بالنار مع الحمصة يعني مع حمصة البصل او كشنة البصل والثوم واضفت كمان حبتين طماطم مفرومة مش مع صورة دخلوش تنعصر زي الماء لأ خلوه كده تنفرم شوفوا مفرومة خشن تقريبا اني فرمت بالفرامة الكهربائية يعني قلت لكم خشن بس انتم تقدروا تفرموها عادي تقطعوها باليد بالسكين افضل يعني يكون وهنا اضفت الملح واضفت فيفل اسود غرب كمون وفلفل اسود يعني اختياري ممكن تستغنوا عنه خلاص الان كده قلبك كده قلبتين واغطيها وخليها تتسبك على نار هادئة خلوها اكتر وقت تتسبك كل ما تسبكت الكشنة كل ما اطلع لكم الفول احلى واحلى وهنا بعد ما تسبكت عندي الكشنة بضيف شوفوا عندي الفول اني خرقته يدوب كان بالفريزر هذا قلت لكم فرزناه بالفيديو اللي السبق يعني رويتكم كيف عمل دمسنا وفرزناه كمان خلاص اني اضفت كده كيس واحد خلاص قلبوه ممكن تضوفوا الان قليل من الكزبرة كده رشي كزبرة عشان النكهة ممكن كمان تضوفوا عرق فلفل يعني فلفل اخضر تخلوه حار تضوفوا العرق الفلفل مع البصل والثوم لكن اني عشان البيت ما يحبوش الفلفل وخلاص فاني ما اضفتش يعني ما بقبلو مش حرقين من صباح الله لانو هدفوا العملتو في الصباح مع الخبز بس اني ما نزلت لكمش طريقة الخبز ان شاء الله بفيديو تاني بنزل لكم طريقة الخبز غطيت الفول خلته شوية كده يتسبك بعدين حطت له كزبرة والان شوفوا ما شاء الله الفول تقريبا جاهز خلاص كده قلبت بالكزبرة ويا سلام احلى فول الفول سهل جدا بس هدي ممكن الان بعطيكم خطوة ممكن تعملوها اني ما عملش الا لو بعمل الفول عشاء لكن لو بعمله فطار مرات ما عملوش يعني مش نادر ما عمل الان برش عليها اخر شي رشي من الكمون اخر حاجة رشي كده من الكمون وخلاص يكون جاهز الان اضافة من عندكم اني نادر معمله اللي قلت لكم عشاء اللي هي تبخير الفول اجيب فحمة وولعي يعني عادي وابخره زي ما عمل الزربيان زي ما نبخر الزربيان ابخر الفول او اني استخدم الزيت المبخر اللي مرة نزلت لكم يا اخر شي اسكب من فوق الزيت المبخر الان كمان بعطيكم طريقة اما انكم تهرسوا الفول بالهراسة ابتعدوا ابدا لا تطحنوش الفول شوفوا يتغير طعم الفول لما ينطحن فاما انكم تهرسوه بالهراسة او بقلص او انكم يعني تخلوه كده زي اني خلاص انه شوفوا الفول طري ما عد هرستوش محتاجش اني اهرسوه وكمان اضافة الماء اذا تحبوا الفول الخفيف ضوفوا ماء بس اني ما ضفش ماء لاني احب الفول نفس كده يعني احبه تقيل زي الحمص كده فهمتوا كيف فهذا لكم يعني حرية الاختيار انكم تخففونه بماء او انكم يعني زي يتحبوا تاكلوا زي كده اخر شي زي انتم بقطاع بصل مفروم بصل احمر مفروم وطماطم مفرومة تقدروا كمان تضوفوا عليها بيض يعني مفور تقدروا كمان تضوفوا عليها طحينة سائلة زي ما تحبوا اني باخر شي حطت له كمان كزبرة واخر حاجة ضفت له اللي هو زيت الزيتون انتم تقدروا تعملوا قطكم طحينة سائلة بدل زيت الزيتون وكمان تقدروا تعملوا زيت سمسم زي ما تحبوا بس انا احب زيت السمسم مع الفصولية وكمان قطعة شريحة من الليمون انا احب اكل الفول مع الليمون وهذا شي انتم زي ما تحبوا زي نوصحنكم اكيد صح نفتح النفس صح ولا لا تفتحوا النفس كده من الصباح أني اليوم مروقة صحية الصباح هذا الصحة الليل وحدين ولا حدا كالمعين كلهم نايمين واني عملت لي لا قلص شاي حمر وهذا الخبز العيش عملته كمان بس أنا ما صورتوش لكم قد بدنزلكم العيش في ديو الوحدة عشان أشرح لكم لأنه في كتير ما عرفش يعمل العيش وفي ما شاء الله كتير عملوا الخبز ونقاح معاهم وقالوا كتير حلو ما شاء الله تسلم يدكم كلكم اللي عارف يعملوا واللي ما عارفش يعملوا لكن إن شاء الله بعملوا معاكم وإن شاء الله كلكم تقربوا وينقاح معاكم لأني بصراحة بصدق أشتكم أنتم تعملوا الخبز بالبيت مستحيل عد تشتروا من المحلات تصدقون المخابز بتفلس بسببكم من قد بتفلس المخابز لأنه أنتم بتعملوا العيش والخبز بالبيت شوفوا ما شاء الله كيف طراوة خفيف لديد وهمشينه من يدكم وتسلم يدكم زي ما قلت لكم طبعا إذا وصلتوا لهنا لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنس حلو منكم أنا ضغط وكان لديد قلت لكم وكمان بقول لكم حاجة سألتوني إيش تعلمت يا هدى إيش حاجة تعلمت يا في مصر تعلمت إنه أي حاجة تستوي حلوة أزغرت أو قطرف نحنا نقول بعدين نقطرف علشان كده هذا الفيديو ده طلع يعني تريند أو اكسبلور زي ما يقولوا أو طلع مشاهدات عالية الفيديو القايبة قطرف لكم تمام هذا اللي تعلمتوا في مصر على أي حاجة حلوة قطرفوا الحمد لله يسعدهم بالعافية لي ولكم إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايكوا كومنتس حل منكم وأبدا ما تنسوش تشاركوا الفيديو مع أصحاب الحافة وكمان تكتبوا لي ترككم بالفول أنا أحب أقرب اكتبوا لي لازم تكتبوا لي ترككم بالفول الآن أخذت صحنين